المرة دي أنا في تصوري أن وزير الخارجية الأمريكية جاي في الجولة الأولى ما تكلمش على هدنة إنسانية في الجولة الأولى ما تكلمش على مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح ما تكلمش، المرة دي هو جاي يتكلم على كده المرة دي جاي يتكلم على هدنة إنسانية دائمة وجاي يتكلم على حضرتك ممكن أن أطحب إطلاق النار هدنة إنسانية دائمة دي حاجة غير وقف إطلاق النار آه طبعا وقف إطلاق النار ده بيبقى بقى حضرتك وقف إطلاق النار ده حاجة أكبر ومعناها أن الأطراف المتحربة اتفقت على وقف إطلاق النار توطئة لبحث بقى في الحل السياسي أو توطئة لكيفية التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحربة لإنهاء أسباب الحرب لكن الهدنة الإنسانية الهدنة الإنسانية دي لأن العالم كله حتى العالم الغربي والصحافة الأمريكية والصحافة البريطانية والصحافة الفرنسية كلها بدأت تتحدث عن هدنة إنسانية دائمة وسريعة ودوت التعبير ده متاخد ومنقول من قرار الجمعية العامة صحيح اللي حضرتكوا تبعتوه اللي كانت الأردن تقدمت به وتبنته 45 دولة فهو جاي أول شيء هدنة إنسانية دائمة سرعة إدخال المساعدات وبصورة مكسفة وبالمناسبة هو مبارح بلينك النفس وهو اللي صرح أمام جلسة في جلسات الكونغرس قال إن المساعدات الإنسانية هتتصارع وقد تصل إلى مئة شاحنة في اليوم وده اللي احنا شفناه أمس يعني مسير قطع كلام حضرتك هو حديث الهدنة الإنسانية هو الحديث اللي بنشوفه في عواصم كثيرة جداً أوروبية والولايات المتحدة بدأ يصعد بشكل كبير نتيجة لضغط شعبي وضغط الرأي العام ونتيجة أيضاً للمجازر اليومية اللي بترتكب في قطاع غز